السلام عليكم كيف داييري اللبس عليكم متمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير و بخير وتكونوا بأحسن حال إن شاء الله بنسبة اليوم أنحضر معكم التنجية في الكوكوت بطريقة سهلة مبساطة و ما محتاجش لشي مقادير لي هي كثيرة وكاد شي معلكة وغزالة وذلك اللحمة طيبة بحل زبدة كنتمنى أنتم إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش توصلوه لأكبر عدد من اللايكات شكرا دائما للتعم وتشجيع ديالكم لهلي خطيكم ندوزو المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله بنسبة للمقادير عندي هنا كيلو ونص ديال اللحم اللحم ديال الغلمي ديال العيد من الشيهة ديال السنسول وطريف ديال الملش خلطها هنا غير الملش خليته كبير شي شوية والسنسول قطعته رقيق ومحيدا لها دك الشحمة اللي كتكون فيها ونخليها لهاش بزاف باش ما تجيناش زعيمة في الماكلة وطبع اللحم كتبقى على حسب عدد أفراد الأسرة والقياس اللي بغين انتم تديرو عندي نسكاس ديال الزيت هنا يا مخلطة ما بالزيت المائدة وزيت الزيتون عندي كاس ديال الما كبير اللي كان شربو فيه العاصير وهنا جوج ديال الريوس ديال التومة ولكن هالتومة اللي عندي أنا رقيقة إلا كانت عندكم تومة التومة اللي هي سنان في ديالها كبارين فغدديرو غير راش فقط ما غدديروش بزاف أنا ديره احنا جوج حيت سنان في ديالها رقاق وعندي حامضة مصيرة اللي حيت لها دك العظومة ديالها وخليتها باللب ديالها وقسمتها فرنس عندي بنسبة التوابي اللي هي بسيطة كين هنا معلقة صغيرة ديال السمن وهات السمن ما حرش بزاف إلا كان عندكم السمن اللي هو مجهد وحار نقصو من الكمية معلقة ونس كبارين ديال القسبورية بسم طحون وحت شوية ديال الزعفران شعران إلا كان غادي تديروه ما كانش غادي تعودوه بشوية للخرقوم ماشي بزاف ما كان نكتروش ما كتجينش لما قد يالها صفرها التنجية ومعلقة كبيرة ديال الكامون وحتى الكمون ما نكترش لأنه يمرر لنا طياب نديرو معلقة كبيرة مع مراش ولكن القسبور نكتروا منو واحد القريصة ديال الملحة ماشي بزاف لأن عدنا الحامض نصير مالح وإلا كترنا لها غادي تجينها زعيمة غير واحد القريصة باش مطيبش الكوكوت ديالنا مسوسة غادي ندير لك الطريفات في الكوكوت كيما كتشوفو طريفات اللي هو مرقاقين مكبرينش بزاف غادي نضيف عليهم ذاك القريصة للملحة كيما قدلكم وما نكتروش وندير عليهم القسبور يابس والكامون طريقة ساهلة أو بسيطة ولكن النتيجة غادي تجيي ان شاء الله غزالة غرجة ربوها ندير ذاك مع القضية السمن بالنسبة لها الطنجية ما تحتاج لها نرقدوها في العطرية الأول يعني كنصوبوها ونطيبوها مباشرة ندير جوجريوس ديال التومة وكما قدلكم إلا كانت التومة عندكم الراس كبير غادي راس واحد فقط غادي نحيد واحد العظيم هنا بلية ديال الحامض لأنهم كيعطوا المرور للطياب مخصناش نخليوهم نديروهم صاينين للحامض والتومة ما كنحتاجوش نقطعوهم غادي نضيف هاداك الكاس عفوا نغينز كاس للي الزيت اللي مخلط ما بين زيت زيتون وزيت المائدة واحد شوية ليزع فران شعران كيعطي واحد البناء غزالة للطنجية وحتى للطياب ريالنا بصفة عامة غير شوية ماشي بزاف وغادي نضيف هاداك الكاس ديال الماء ما غاديش نزيده كتر من هاد الكمية ديال الماء لأنه ما محتاجينش حناية الماراق هنايا كتجي حساب هاد القياس هادا اللي اعطتكم مع هاد القياس ديال هاد اللحم كما كتشوفو ما فيهاش الماء كتير يعني ماشي حتى تغطات بالماء غادي نقفل الكوكوت ونخليها الطيب لمدة ساعة على نار مهيلة أصغر راس عندكم في البوطة هو اللي تديرو عليها التنجية ديالكم وتخليوها ساعة وتحلو الكوكوت ديالكم ان شاء الله تلقاوها واجده والحيمة ديالكم طايفة بحز بدا كما كتشوفو هادتو ما غاديتشوفو داك الماراقش حال خاتر وزوين غير ما تكتلوش الماء باش التنجية ديالكم طلع لكم زوينة الحم اللي واخد اللون زوين وطايب بحز بدا طريقة اللي هي ساهلة مبسطة وكتوجد بسرعة كما كتشوفو المريقة خاترة كنتمنت انتو من شاء الله تجربوها به هادتطريقة وتنال إعجاب ديالكم طبعا إلا عجبتكم خليوها هنا في كومنتر اللي يجرب هادتطريقة هادي وعجباتو يخليها في الكومنتر كتشجية فقط بالنسبة لها التنجية محتاجش نتنزينها حتى بشي حاجة قدمتها كيفما هي لان معروفة التنجية ها كتطيب الطنجية تنكبوها في القرصيل يعني ما كتحتاج لاتزيين لوالو فقط لك الطريفات ديال الحامق المصير اللي كانوا معاها ودريسين ديالتو ما كندلوهم من الفوق وهدي هي التنجية ديالنا كنتمنتنا الإعجاب ديالكم اللي اعجبه الفيديو مينساش يديل لايك ولي كيزول القناة ديالي لأول مرة كنقلو مرحبا بي ما تنساش تضغط على دير الاشتراك تفعل الجرس باش توصل بكل جديد تبرتجي مع الأحباب والأصدقاء باش تعمل فائدة فضلا وليس أمرا شكرا لكم على المتابعة واسلام عليكم